أنا ذكر سمعت هذه الكلمة إخواني في ربما ما مضى على تواجدي في بريطانيا ربما سنة أو سنة ونصف من إمام مسجد في منطقة خارج لندن كنت أسكن فيها في تلك الفترة إمام مسجد شيعي شيعي الرجل من الإخوة الخوجة يقول إحنا إيه يعني هذا جاي يتعرف عليه المسكين ما يدري إلى من جاء فجاي متصور أنا مثل بقية ذول المعممين اللي يعني يطرحون مثل هذه المشاريع التي يتجرون بها يتجرون بدين الله عز وجل فيها فيقول إيه إحنا طرحنا هنا في يعني هذه المنطقة طرحنا يعني مشاريع توحيدية وعندنا مؤتمرات وندوات أقمناها مع يعني النصارى مع اليهود مع يعني رجال دينهم وأنا قلت في إحدى تلك الندوات أنه إحنا الفرق فيما بيننا فرق جزئيات فقط في الفروع والهامشيات هامشيات إحنا فقط يعني إحنا والنصارى واليهود الفروقات جدا هامشية كنا الحمد لله نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بإبراهيم عليه السلام ونؤمن بالأنبياء وإحنا المسلمين نؤمن بعيسى عليه السلام ونؤمن بحياته ونؤمن بالتوراة والإنجيل فيعني ماكو فروقات بيننا يعني فروقات كبيرة لا توجد فروقات اجتهادية أم يصلون بطريقة معينة أحنا نصلي بطريقة معينة أم يصومون بطريقة معينة أحنا نصوم بطريقة معينة خير يا طير شنو صار يعني الآن عليه الصلاة والسلام أي هو شوف سبحان الله طبيعة الإنسان الذي يكون مهزوزا دينيا لنقص إيمانه لنقص تقواه وخوفه من الله عز وجل يحاول دائما أن ينسجم مع المحيط الاجتماعي فيتنازل عن دينه دينه شوي شوي يتآكل 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 لأنه الدين يمنع الإنسان عن بعض الاعتراف بالآخر دينيا طبعا نتكلم أن تعترف بالآخر دينيا يمنع الإنسان عن بعض الممارسات تقيده ضيق عليه فيريد ماذا يريد لا هو ما يبدو غريبا عن المجتمع فشوي شوي يتآكل دينه ويحاول ينسجم مع الآخرين ويضبع مع الآخرين يعني هو عنده مشكلة كبيرة أنه الآن يريد أن ينسجم مع المجتمع البكري المجتمع البكري يرفع شعار أبي بكر وعمر رموزا للإسلام الإنسان المسلم من جهته ما يعترف بهؤلاء رموزا للإسلام بل العكس يعتبرهم رموزا للنفاق والإجرام أئمة كفر فيرى نفسه غريبا عن المجتمع شاذا عنه يريد أن ينسجم معهم فشوي شوي يعترف بأبي بكر وعمر ويترضى عنهما الإسلام لا يعترف بالصليب يعتبر أصلا شعار الصليب بحد ذاته كفرا بحد ذاته كفر هذا فهو حتى ينسجم مع المجتمع إذا كان في بيئة النصرانية شوي شوي يتلاقي شنو يعترف بالصليب ويمكن يعلق على رقبته كما فعل المقبور الملك فهد يعني إذا شايفين صور أو كذا ولي طلعت فتوى من ابن باز بتجويز ذلك لأن فهد جاء إلى بريطانيا وضمن مراسم ملكية معينة الملكة أنعمت عليه بقلادة والقلادة كان فيها صليب كبير فتم تصويره هكذا طبعا الصحافة السعودية ماذا فعلت تلاعبت بالصورة في البداية فنشرتها بلا صليب لكن ظهرت سبحان الله الصورة الأصلية فانتشر الخبر واستفتي في أيامها عبد العزيز بن باز أنه هذا الفعل يجوز أن مسلما يعلق صليبا والحال أن حكم الصليب معروف في الإسلام فقال إيه هذا إذا كان من باب الأعراف الدبلوماسية ما أدري سياسة الدول كذا يجوز شنو الله تريد أن يرد على الملك خل ما يرد على الملك طير ثاني يوم فقهاء العامة ليسوا مستقلين في الفتوى بل هم تبع وذيل لمن؟ للحكام ولرغبات الحكام فقهاء الشياء على خلاف ذلك ليش إحنا ضد النظام الإيراني أو النظام الخامنئي ومن نسميهم بوعاظ الصلاطين وفقهاء البلاط أكوهم مجموعة ومنهم من أفتى ضد فيلم يوم العذاب إذا تتذكرون لماذا؟ فقهاء البلاط هؤلاء هؤلاء يريدون استنساخ المرض البكري في أوساطنا بحيث يصبح فقهاءنا تبعا للسلطان خامنئ شي يقول نفتي نفتي طبقا لرغباته لا نعارضه إحنا ضد هذا المشروع نحن مع إبقاء الحوزات العلمية والمراجع مستقلين استقلال تام ترجمة نانسي قنقر